موسيقى هاي في كيلة إشارة خلينا نقفي وجبة غذائية خلال النهار منها لما نعم أخرين أو مش عنين أو لما ما منلاقي شي لنأكله بالبيت هيده بالنسبة للترويئة خاصة أما بالنسبة للغضاء فممكن نقفيه بسبب الموعيد الكتيرة أو الشغل المكسور علينا وبوقت العشاء ممكن نقفي العشاء بسبب الموعيد بعد دوام العمل من وراء ساعات سبور أو رجعة بوقت متأخر على البيت سترس هو كمين عامل لأنه بيفرز هورمون بتخلينا نأجل جوعنا وما نحس فيه بس كتابة من الأشخاص اللي ما بيكلوا الصبح عودوا جسمهم ما يطلب الترويئة هالشي ما بيعني أبدا أنه الجسم تمنه بحاجة للوجبة لضخ السكر بالدم إذا قفيتوا وجبة من الوجبات الرئيسية وخاصة من ترويئة النتيج رح تكون قدق ضعيف بالشغل تركيز قل بطئ بأخذ القرارات كمين بيؤدي لتخزين عدد أكبر من الكالوريز بسبب حرمان الجسم من الأكل وبيؤدي لانخفاض مستوى السكر بالدم يلي ممكن يشكل خطورة على صحتكم ويحسسكم بالدوخة أو بالنعص ويخليكم تأكلوا كمية أكتر بالوجبات الليحة مين قال أنه ما لازم تقفوا ولا وجبة بنهار لتحافظوا على صحتكم الجسدية والنفسية وخاصة إذا كنتوا عم تعملوا دايت أنا قال شوفكم بكرة موسيقى